جوز كلام اي ما عم يمشي الحال هيك حبيبي على اساس اذا اشتغلنا وحاولنا نعيش بشكل طبيعي عم يمشي الحال لك شوفي الدنيا شو صاير فيها شوفي الناس شلون عم تموت قدام عيوننا ومحد عم يحرك ساكن اي و اذا ما اشتغلت رح يحركوا ساكن يعني لك يا ام جوزيف والله مؤدران حاسس ايدي مربطة لك شوفي البلد شو صاير فيها تقولي وكاري بدون بواب كل من عنده حسابات عم يفوت الصفية ويطلع روسيا من جهها بتفوت بتقصف وبتطلع تركيا بتفوت بتضرب وبتطلع او ما بتطلع امريكا شرحوا لك والله الف ضربة عها الراس بتوجع وهالناس هدول شو هيك عم يروحوا بين الرجلين ومحدة سائل لك كأنه ما في بشر على هالأرض اللي عم تتصفى الحسابات عليها طويل بالك ابو فاكر انت كل شي عم بتقولوا الحق معك فيه وانا معك بكل كلمة حكيتها بس انا وياك متفقين على فكرة انه طول ما نوشغلنا فيه شي ايجابي لو واحد بالمية معناها وقت نتركه منكون عم نتصرف بسلبية لك اوه خليش نحنا شو عم نعمل انت عم تنقل وجع الناس وعم تشارك الناس حكاياتهم حكاية الصبية اللي استنت عريسة وما اجا والطفلة يلي هربت من الموت وقدرت تنجح بمكان تاني والام يلي ربت ابنة ليكون طبيب ولا مهندس وما كان عنده خيار بغير انه يكون عسكري وجع الناس هاد مو من ما كان بيقدر يحكيه ويشاركه تنور بقصص ضحايا الضربة الكيموية الاخيرة وحكيها القصص للناس انت حكواتي وهذا دورك حتى بالحرب اليك دور لانه كل قصة ازا ماتت بمحلة وما حدا قدر ينقلها وحكاها للناس ما حدا بيدرب وجع حدا وما حدا بيعرف شو عم بيصير فينا والله معك حق احيانا اد واحد بيضعف بيضعف بيتحاب بسبب الهم والوجع بس اللي بيحمل رسالة ما لازم يضعف صح كلامي ولا لا صح وهذا دي بقوله دائما لكان يلا حبيبي قوم لشغلك الناس عم تستنى حكاياتك يا رب يلا جوز كالان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر